اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة تعليم برنامج اكسس نواصل معكم محاضرات تصميم برنامج محل تجاري وطبعا وصلنا الى خطوة جديدة وهي كيفية معرفة كمية المخزون جيد طبعا عدي هذه الاصناف وهذه الاصناف بها كميات مثلا هذه الشاشة بها 7 وطبعا الشاشة الاخرى 15 ثلاجة 10 وطبعا هنا عدنا فرش وليس فرس جيد طبعا اريد اعرف كم الكمية اللي بقت عندي من المخزن طبعا على اساس انه طرح الكميات المشترات مع كميات المبيوعة فبالتالي راح اعرف الكميات الموجودة بالمخزن جيد طبعا راح احفظ واغلاق الكل في البداية راح انشئ استعلام هذا الاستعلام راح يبين لي الكميات المبيوعة ومن ثم انشئ استعلام اخر هذا الاستعلام راح يبين لي الكميات المبيوعة والكميات المتبقية وفي الاخير راح احول هذا الاستعلام الى فورم او تقرير حتى اعرف عدد الكميات المتوفرة بالمخزن جيد فمن انشاء راح اجي الى تصميم الاستعلام وطبعا راح اختار اطراف الفاتورة ومن ثم اغلب جيد راح اضيف كود الصنف وراح اضيف الكمية جيد نضيف كود الصنف ومن ثم كود الكمية طبعا راح نجي هنا نفعل الاجماليات ضروري جدا ومن هذه المنطقة راح نغير الكمية الى صم ضروري حتى يحسب انه المجموعة حتى يحسب انه كم فاتورة انا بايع بيها مثلا الصنف اللي هو رقم خمسة راح يجمع النياب كل الفواتير من خلال الدالة صم ويطيني هالقدر اقوم بيوع جيد طبعا راح نحفظ هذا الاستعلام ورح نسميه اجمالي البيع ثم موافق طبعا بامكاننا انه نعرض هذا الاستعلام اقدر مننا من خلال عارض طبعا عدي الصنف واحد مبيوع من عنده اثنيا الصنف اثنيا مبيوع ستة الصنف ثلاثة مبيوع اثنيا والصنف اربعة مبيوع ستة عدنا هنا مشكلة بالاسم طبعا بامكاني انه اعرض التصميم طبعا اجي هنا احدد للكمية تسمية توضيحية راح اسميها اجمالي البيع راح احفظ وطبعا راح اعرض بامكاني منها اعرض اجمالي البيع طبعا احفظ هذا الاستعلام واغلاق الان راح نشئ استعلام اخر ايضا تصميم الاستعلامات جيد طبعا راح اغلق هذه طبعا راح اضيف استعلام اجمالي البيع بهذه المنطقة ورح اضيف الجدول الخاص بالاسناف طبعا عدنا هنا جدول الخاص بالاسناف والاستعلام الخاص باجمالي البيع راح اضيف هنا حتى انشئ بيناتهم علاقة طبعا راح اربط هنا معرف الاسناف مع كود الصنف بهذه الطريقة وطبعا اضغط double click على العلاقة واختار يشمل كافة السجلات طبعا نتأكد هذا الخيار اللي هو يشمل كافة السجلات من الاصناف ضروري جدا انه نتأكد من الاصناف وليس من اجمال البيع يعني ممكن هذه الخيارات تتبدل فضروري نختار يشمل كافة السجلات من الاصناف اجي الى موافق بهذه الطريقة طبعا راح نضيف المعرف اسم الصنف وطبعا راح نضيف الكمية ايضا وطبعا راح نجي نضيف هنا اجمالي البيع ضروري وراح نغير التسمية التوضيحية الى اجمالي البيع جيد راح نحفظ هذا الاستعلام راح نسمي كمية المخزون هذا الاستعلام راح نسمي كمية المخزون طبعا راح اضيف حق الجديد طبعا قبل ما اضيف حق الجديد خلي نعرض هذا الاستعلام طبعا ادي هنا طباخ الكمية 5 والمبيوع 2 ثلاجة الكمية 10 والمباع 6 طيب اريد اعرف كم العدد المتبقي فراح اجي اضيف جدول جديد هنا او حقل جديد عفوا بهذه الطريقة راح اضغط هنا اكليك ايمن وانشاء طبعا ضروري اضغط اكليك ايمن باول حقل اكليك ايمن انشاء بهذه الطريقة جيد وهذا الحقل راح يساوي لي الكمية ناقصا اجمالي البيع ممتاز واجي الى موافق طبعا راح اغير اهنان راح اغير التسمية التوضيحية راح اقول الكمية المتبقية جيد راح احفظ وطبعا راح اعرض النموذج طبعا راح نشوف شون اللي يصار نرجع مرة ثانية طبعا اللي يصار انه هذا الخيار ما انفعل ما بي علامة صح ضرور نتأكد انه عليه علامة صح حتى يظهر وطبعا راح احفظ واغلق الان راح افتح هذا كمية البيع هذا الاستعلام وحلاحظ انه الطباخ فريش عدي خمسة مبيوع اثنين باقي ثلاثة فلاجة عدي عشرة مبيوع ستة باقي اربعة جيد طبعا اكملت الاستعلام الخاص بكمية البيع جيد الان راح ننشئ واجهة واجهة بسيطة وطبعا اختصارا للوقت ما راح ننسق هذه الواجهة راح يكون التنسيق عليكم باعتبار انه تم شرح تنسيق الواجهات جيد فاجي الى انشاء نموذج فارغ بهذه الطريقة ورح انتقل الى عرض التصميم ممتاز راح اضيف ازرار طبعا من تصميم اجي الى زر بهذه الطريقة وهذا الزر راح يكون بالنماذج طبعا نجي الى عمليات النماذج ورح اختار فتح النموذج ورح اختار رأس الفاتورة التالي تالي ورح اكتب هنا الفواتير موافق ومن ثم انها طبعا بامكاني انه ننسق بشكل بسيط الفواتير طبعا ممكن من تنسيق نختار نمط نمط سريع مثلا ممكن يكون الفواتير وطبعا من تصميم راح اضيف هنا نموذج جديد جيد الان الفواتير طبعا راح نحفظ هذه الواجهة حفظ راح نسميها الرئيسية موافق الان راح احفظ واعرض طبعا عندما اضغط على الفواتير راح يفتح لي الجزء الخاص بالفاتورة واذا اريد اضيف فاتورة جديدة او اطبع هذه الفاتورة ممتاز طبعا هنا عندنا اطباعة الفاتورة طبعا اذا اريد اطباع الفاتورة راح اضغط هنا على طباعة الفاتورة مثل ما اللاحظ هنا عندنا الفاتورة بشكل ممتاز جيد فاذا الرئيسية تعمل تماما الان راح اغلق الكل وراح انشئ تقرير طبعا من انشاء تقرير وراح اختار معالج التقارير وطبعا عندنا هنا اللي هي كمية المخزون راح اجي هنا الى كمية المخزون وطبعا راح اضيف الاجساء كلها التالي والتالي التالي التالي ومن ثم انهاء طبعا هذا هو التقرير طبعا عدي هنا اسم الصنف الكمية جمالي البيع الكمية المتبقية فقط انه راح نسق وطبعا اكيد لابد انه نحفظ راح احفظ طبعا كمية المخزون راح يكون اسم هذا التقرير فقط يحتاج انه المعرف على المعرف طبعا هنا وطبعا ممكن الكمية تكون بهذه الطريقة طبعا هنا ادنا مشكلة بسبب اللغة العربية نعرض التقرير فقط الكمية تحتاج يعني عندنا هنا توسيط طبعا لا بس انه احنا نرجع كما كان فقط انه هذه هي الاجزاء هذه نغط عليها هنا نكليك وطبعا من تنسيق من الصفحة الرئيسية راح نختار الى اليمين جيد طبعا الان الكل نحددها ورح نختار حجم 14 ممتاز نحفظ وانشاهد طريقة عرض التقرير ممتاز هنا نعدنا المعرف الصنف الكمية جمالي البيع والكمية المتبقية طبعا اي جزء اذا ريد نعرف انه كم تبقى من عنده بامكاننا انه نشاهد الكمية جيد حفظ واغلاغ الان راح نجي الى الرئيسية راح نفتحها بطريقة عرض التصميم وطبعا راح نضيف زر هذا الزر راح يكون بعمليات التقارير فتح تقرير وراح يكون كمية المخزون طبعا ممكن السابق اهنا ممكن نقول نكتب كمية المخزون المخزون والتالي ومن ثم انهاء طبعا ممكن بهذه الطريقة من تنسيق نختار انماط طبعا ممكن نختار اللون الاصفر بهذه الطريقة حفظ وطبعا راح نفتح الرئيسية بطريقة الفاتح لانه نجي هنا لالفواتير وطبعا كمية المخزون راح تظهر عندنا كمية المخزون طبعا انشأنا الفاتورة مع كمية المخزون مع طريقة البحث بشكل دايناميك وان شاء الله في المحاضرة القادمة راح يكون هناك ترتيب بحيث انه نخفي هذه الاجزاء بحيث يكون البرنامج متكامل وان شاء الله راح نجري بعض الاجراءات التنسيقية في المحاضرة القادمة نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى اشتركوا في القناة